حكاية 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 الصف اجمل رواية هنشوف مع بعض حكاية نساعد نولد وبنات مستان فاسهر مروض طبين فينا هنا موهول بالوقت معنا محدود حكاية وعد ومقود مع نور الدين محمول حكاية 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 الصف اجمل رواية هنشوف مع بعض حكاية نساعد نولد وبنات مستان فاسهر مروض طبين فينا هنا موهول بالوقت معنا محدود احجلت وعد ومقود مع نور الدين محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد الله وصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وقالله وسلم أما بعضوف ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بحبيبي الحلوين أولادي وبناتي مع حكاية نور الدين محمود وقلنا أن كل قصص من كتاب حكاية نور الدين محمود الحكاية النهاردة بعنوان نور الدين ينقذ امرأة من النار إيه اللي حصل؟ هي قصة حجيبة قوي نور الدين كان والده رجل أعمال وكان بيسافر دايماً لدول أوروبا ويعمل صفقات ويتابع بعض الحاجات ويجيب بضايع منبرة إلى غير ذلك فالمهم فكان والده دايماً يسافر فترة طويلة بيقعد مثلاً بالشهر أو بالشهر ونص أو بالخمستاشر اليوم فنور الدين قال له يا أبي أنا نفسي أسافر معاك إحنا في الأجازة الصيفية ونفسي يسافر معاك برة ونفسي يشوف بلاد أوروبا قال له خلاص ماشي السفرية اللي جاء إن شاء الله هتكون معايا يا نور وربنا تقدر سبحانه وتعالى إن والده قرر أنه يطلع إنجلترا وبعدين قال له يا نور اتطمن إن شاء الله أنا معايا لجواز السفر بتاعك وهطلعك معايا إنجلترا وجاب له التأشيرات وفي يوم الأيام دخل عليه وبشره قال له الحمد لله جبنا التأشيرتين وهنسافر مع وعد خلال أسبوع جاهزوا بقى حاجتهم ولبسوهم وأغراضهم كلها وسافر نور الدين مع والده الأستاذ محمود سافروا ووصلوا إنجلترا أول ما وصلوا إنجلترا ووصلوا للفندق اللي بينزلوا فيه وبعدين قعدوا كده استرايحوا لمدة يومين وبعد كده والده قال له يا نور هبتدي بقى أنزل بقى أشوف الحياة اللي أنا محتاجها وأعد على الشركات اللي محتاج أعد عليها وأشوف بقى الأعمال بتاعته عشان ما تعطلش قال له طيب أنا بطلب من حضرتك بس حاجة واحدة عايزك توديني المركز الإسلامي عشان أتعرف على الناس هناك ولعله عسى يعني أسل وقت واجغي الوقت كده بخير أعمله للإسلام والمسلمين فقال له طيب فالمهم راح معه ووصلوا للمركز الإسلامي دخل نور الدين يتعرف عليهم وبعد يقعد معهم ويتكلم معهم ويعرفهم أنه الحمد لله حفظ الكرآن كله وأنه ما شاء الله طالب علم وأنه مجتهد وطلب منهم بعض السيديهات الدعوية وبعض الكتيبات الدعوية اللي بتتحدث عن الإسلام وبتعرف الناس من هو الله من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الكرآن الحاجات العظيمة دي فدوله مجموعة كتيبات ومجموعة السيديهات حطها في شنطة جلدي كده عشان لو حصل مطر أو أي حاجة الحياة دي ما تتقصرش وينزل في الشوارع يمشي نور الدين وحد اللي نفسه شارع معين طويل عشان ما يتهشي يمشيش آخر الشارع ويرجع تاني ويوزع الكتيبات والسيديهات دي على البيوت وبدأ يروح يخبط عليهم بيت بيت وكان معا يعني اللغة كده بسيطة يقدر يتكلم معهم فبدأ يسلم عليهم ويعطي كل بيت كل أسرة يعني كتيب وسيديهاية ويبتسم في شاشهم كده ابتسامة جميلة لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة طيب ده أخيك صدقة ده أخيك المسلم طيب وغير المسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهاش مشكلة خالص فالمهم فنور الدين وزع كل السيديهات وكل الكتيبات ومفضلش معا غير سيديهاية واحدة وكتيب واحد فجأة قامت بقى أمطار شديدة جدا ورعد وبرق وجوه بقى مخيف جدا فنور الدين قال لي مش مشكلة أنا يعني أوزع بس آخر سيديهاية دي وارجع بقى على الفن وعلى طول ما هو شرطا ويأستنى والدي هناك لحد ما يرجع من الشغل بتاعه فوقفوا قدام بيت وبدأ يخبط محدش بيرد ونور الدين شايف فيه أنوار جوه البيت يعني فيه حد موت جوه البيت وكان متعرفش هو حتى بيقولي نفسه أنا مافهمتش إيه السبب اللي خلاني مصر النفضل واقف قدام الباب ده عشان يتفتح ما كان ممكن أشوف البيت ده ما فتحش الباب خلص أشوف البيت اللي بعد قال حسيت حاجة بقى جده أني لازم أخبط على البيت ده فخبط محدش رد وقف تاني وقراني الجرس محدش خبط محدش رد وبعدين هو المفروض السنة أني هي ثلاث مرات وامشي بس هو بقول لك حضرتك أو بقول لحبيبي أنه هو حس أني فيه حاجة مهمة جدا لازم يعملها ولازم يخبط على البيت ده بالذات ولازم أهل البيت دول ياخدوا السدهاية ويقل الكتاب إيه معا وكان هو السدهاية الأخيرة أو الكتاب الأخير فين وفين بعد فترة كبيرة خلاص بقى هو زهق وهيمشي لقى الباب بيت فتح فلقى امرأة كبيرة في السن قدي جدته كده فقال لها يعني أنا عايز أخبرك يا سيدتي أن ربنا بيحبك وبيعتني بيك وجعلني سبب في أني أجي أدل حضرتك اللي هي دية البسيطة دي عشان تعرفي من هو الله وعشان تعرفي إحنا تخلقنا ليه وعشان تعرفي أني طريق السعادة كله في الدنيا وفي الأخيرة أني إحنا نعبد الله ونعرف الله وانطيع الله فابتسمت وقيت له أشكرك يا إبن خادت السدهاية خادت الكتاب وانصار في النور والحمد لله وزع كل الكتابات كل السدهاية اللي معا حاول أن يكون نافع لدينه رغم أنه بر بلده ومسافر مع والده إنجلترا فكان ممكن كل اللي يقوله له في السن ده إيه عايز أتفسح عايز أمبسط عايز أخد شوية صور تسكرية في المكان الجميل ده عشان أرجع لأصحابي في المدرسة مع بداية العام الدراسي وقال لهم شفت بقى أنا كنت مع والدي في إنجلترا وأدي الصور بتاعتي وهنا كنت بتصور عندي أبيك بن ويندقوا بتصور عن مش عرف إيه فإنما ما نشغلش بالكلام ده خالص كل اللي كان مشغول به إنه يقدم خدمة لدينه فراح بعد كده رجع الفندق ويعني حكى لولده إنه خد منهم كتاباته وصديات ووزعها فاستأذنك يا والدي كل يوم توديني المركز الإسلام عشان أعمل كده ووزع لعله وعسى ربنا يهدي بينا أي حد يا أبي ويبقى في ميزاني وفي ميزانك قال له حاضر يا أبي المهم بعد يومين 3 جه يوم الجمعة صلاة الجمعة فراح نوردين كان يوم أجازة طبعا مع والده كمان فراح نوردين مع والده عشان يصلوا في المركز الإسلامي اللي في نفس الشارع دخلوا عشان يصلوا وبعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة كانت خفيفة جدا ربع ساعة وبعد كده الخب بياني بالصلاة وبعد كده الإمام بتاع المسجد وقف قاعد يقول درس بسيط جدا لمدة 10 دقائق وبعد العشرة دقائق وكان المسجد المركز الإسلامي كان المكان الأول للرجال وبعدين سطارة وبعدين وراها النساء وبعدين الإمام قال في حد عنده سؤال قبل مامشي فإذا بامرأة كبيرة في السن اللي هي المرأة دي فتحت السطارة وهي زيت كبيرة في السن وراحت رايحة نحية الإمام فقالت له يا إمام أنا حبى النهاردة آجي عشان أقول لك وأقول لكل الحضرين إن أنا امرأة كبيرة في السن وكنت يأسى من الحياة وكنت كافرة لحد مبارح أنا كنت كافرة مكنتش مسلمة وبعدين زوجي مات وسبني ومعنديش أولاد ولقيت نفسي خلاص مللت من الدنيا ومش محتاجة أن نعيش بل بالعكس أصبحت الحياة عبق علي ففكرت إن أنا أنتحر هو الفعل جهزت حبل جهزت كرسي وأنا بيتي مقوم من دورين فاطلعت في الدور التاني وحطيت الكرسي وربطت الحبل في خشبة كده في السقف ونزلت الحبل وحطيته في رقبتي وخلاص قررت إن أنا هرمي نفسي من فوق الكرسي أو هزق الكرسي برجلية وانزل فتشنق وموت وخلص من الدنيا لإني مللت من حياة وفجأة لقيت باب البيت عندي بيخبط والجرس بيرن فقلت مين بيسأل علي أنا مليش حد في الدنيا قصة نسأل علي انتحر وخلص نفسي بعين فجأة قلت في نفسي طب استني العلا وعسى يكون في حد مهم عايزك ولا حاجة ولا يكون فيه أي خبر يفرح قلبك وانت مفرحتش من سنين فقالت فنزلت وفكيت الحبل مع رقبتي وقلت يا نزل أشوف من اللي عايزنا ورجعت أنا انتحر فرقتش يعني الحبل الموجود يعني طول فنزلت ففتحت الباب فلقيت طفل زي الملاك ده تشبهها يعني طول لقيت طفل زي الملاك بيبتسم في وشي وبيقول لي أنا جاي عشان أقولك ان ربنا بيحبك وبيعتني بيك وبيجعلني سبب في اني أجيلك عشان أديك الكتاب ده والسدهاية عشان يعرفوك من هو الله واتخلقنا ليه وازاي ان احنا نعيش سعداء في الدنيا وفي الآخرة لو عبدنا ربنا سبحانه وتعالى قالت حسيت ان الدنيا كلها تفتحت في قلبي وحسيت ان انا مش عايزة موت وعايزة أعيش وعايزة أعرف مين هو الله بتقول فشكرته ومشي وبعد ما مشي دخلت وقلت انا مش محتاج الحبل ده وروح تفك الحبل ورميه وشايلة الكرسي وقعدت على السرير وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ فيه عشان أعرف من هو الله وبعدها لما خلصت الكتاب في اليوم ده في اليوم التاني شغلت السدهاية ودقت أسمع دروس وعرف مين هو الله وإحنا اتخلقنا ليه وإزاي نحن نيش سعداء في الدنيا وفي الآخرة قالت يا دوب في اليوم التاني لما خلصت السدهاية ديت وعرفت إزاي أخش في الإسلام فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الآن أسعد إنسان في الدنيا فبكى الإمام وبكى جميع الحضور وبعدين هي قالت له بشكرك ودعو لي أن ربني يسبتنا على هذا الدين العظيم ويدوب هذه المرأة الكبيرة بتتدور عشان تنصرف فجأة عنها وقعت على نور الدين محمود قالت له يا إمام هو ده الطفل هو ده الملاك اللي جاني بلغتها يعني وبتعبيرها قالت له هو ده الطفل اللي جاني وقامت مؤفاء قالت له اسمك إيه يا ابني فلا اسم نور الدين محمود فالإمام طلب من نور الدين إنه يقرب منه قاله تعالى يا نور مش أنت اللي طلبت مننا كتيبات وسيديهات عشان يعني توزعها قال له أيوة قال له أنت اللي وديت لها قال له أيوة فعلا أنا اللي وديت لها وأنا اللي قلت لها الكلام ده وما كنتش أتخيل إن ربنا هيجعلني سبب إنقذها من نار جهنم وإن أكون سبب في إن هي تدخل الإسلام وإن شاء الله ربنا يجعلني سبب في دخولها الجنة فبقى فرحان جدا فالإمام بكى والناس كلهم بكوا والد نور الدين محمود كان قاعد فقعد يبكي وبقى فرحان بي جدا فالإمام قال له يعني أنا عايزك تطلب أي أمنية أنت عايزة يا نور لحق أهلك جزاء لك على أن ربنا يجعلك سبب في إنقاذ نفس من النار قال له هديتي الوحيدة أن أنا عايز منكم النهاردة تدوني ألف كتيب وألف سدهاية لعله عسى ربنا يجعلني سبب في إنقاذ ألف نفس من نار جهنم ويجعلني سبب في هداية ألف نفس وفي دخول الجنة ألف نفس ده اللي أنا بتمنى من الدنيا الكل بقى سعيد جدا بنور الدين محمود من الموقف العظيم اللي هو وقفه دوت والستة كبيرة ديت قالت له يا ابني ربنا يبارك فيك وهفضل أدريلك عمر كله وإن ربنا قدر لي الشفاعة لأن أنا قرأت إن فيه شفاعة يوم الأيامة إن شاء الله هشفع لك يا ابني عشان تكون معايا في الجنة ومشي نور الدين ورجع مع والده الفندق والده قال له والله يا ابني أنا لو أعرف إن أنت هتعمل كده لكنت أخذك معايا كل سفرية كان لا يمكن أبدا أسيبك هنا كنت هفضل على طول في كل سفرية أخذك معايا وكنت هخصص وقت من شغلي في إن أنا أنزل معك يا ابني علشان نوزع السدهات ديت والكتابات ديت لعل وعسى ربنا يجعلها في ميزان حسنتنا نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن كنت من أدباع النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نطلع من الكصة الجميلة ديت بدروس جميلة أو عظيمة أوي قد إنور الدين رغم الصغر سنه اللي إنه كان مشغول مش بإنه يروح يتمتع وينبسط ويتفسح وياخد زي ما أردت لكم شوية صور تذكارية أمام الأماكن المعروفة في لندن أو في إنجبائية الأماكن في إنجلترا كان كل شغله بس إنه يروح هناك ويفكر يخدم دينه إزاي ويعمل إيه عشان يخدم هذا الدين العظيم والفعل إن تصدق الله هيصدق لما صدق مع ربنا سبحانه وتعالى في إنه نفسه يخدم دينه بأي طريقة ربنا يصله وفتح للقلوب السيتي دي جات وأسلمت وأعلنت إنها أسلمت على إيد هذا الطفل الصغير وممكن يكون السيديهات البقية والكتابات البقية ووصلت للناس وأسلمه بس هو ما يعرفش شوفها ديه لكن ربنا أظهر له هذه المرأة الكبيرة اللي قالت أنا أسلمت بسببه علشان يتشجع بعد كده على فعل الخير فالمطلوب مننا إن إحنا زي ما بيقوله كده المؤمن أينما وقع نفع في أي مكان تتوجد فيه أنت داعي إلى الله وإنت في الباص بتاع المدرسة ادعو زميلك للصلاة وإنت في الباص بتاع المدرسة ادعي زميلاتك للحجاب وإنت بتتفسح في أي مكان ادعو حبيبك وزميلك وإخوانك للتأمل في باديع خلق الله عشان يزدادوا إيمانا وإنتوا طالعين رحلة ادعو صحابك أن جي وقت الدور نقوم نصلي إحنا في رحلة وهننبسط وهناكل ونشرب ونجري وننبسط لكن مع ذلك مش هننسى وقت الصلاة ادعو كل اللي حواليك ادعو قريبك ادعو جيرانك ادعو اللي حواليك كلهم عشان يكون الكلام ده كله في ميزان حسناتك لإن إحنا زي ما النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فمطلوب من إحنا إن إحنا نبلغ ونعرف الناس كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو هندعو مش هندعو فقط بالعلم بس هندعو بأخلقنا لأن الإنسان اللي بدي يكون صورة عملية للإسلام والمنهج الإسلام ولسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بأخلقك ببسمتك بمعاملاتك بصدقك بأمنتك بوفائك بكل هذه المعاني العظيمة ممكن تكون داعية لله من غير ما تتكلم ولا كلمة شفت ديه يبقى إذن مطلوب مننا إن إحنا نكون صورة جميلة حلوة تعبر عن الإسلام وعن المسلمين وإن إحنا كمان نحاول بقدر إمكان إحنا نبذل من وقتنا ومن فلوسنا ومن حياتنا عشان نخدم هذا الدين شوف نور كم ممكن يقضي وقته كله في الفرصح أو على الأقل يقضيها في الفندق عشان يقضي وخلاص ومع ذلك آفر أنه يفعل كل ده خدمة لدين الله سبحانه وتعالى يارتنا كلنا نبقى نور الدين محمود سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجات 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 الصفت أجمل روايات هنشوف مع بعض حاجات نساعدنا أولد وبنات أستان أصغر ورود طبين فينا هنا موجود بالوقت معنا محدود حاجات وعد ومعود مع نور الدين محمود حاجات 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 الصفت أجمل روايات هنشوف مع بعض حاجات نساعدنا أولد وبنات أستان أصغر ورود طبين فينا هنا موجود بالوقت معنا محدود حاجات وعد ومعود مع نور الدين محمود حاجات 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 حاج